السلام عليكم. اهلا اصدقائي. اهلا بكم في جولة جديدة. وجولتنا زي ما انتم شايفين كده احنا في مول آآ صدناوي. وهنستعرض الكوليكشن السيفي لنزل جديد وجلبيات العيد والاستقبال. آآ ان شاء الله هنشوف كم كل حاجة في الجولة وهنستعرض جولة مع بعض. آآ ويلا بينا على الجولة زي ما احنا شايفين كده المحل دوت كان في اول مول صدناوي من ناحية الرويعي. لان مول صدناوي ليه بابين. باب آآ ناحية آآ سنترال العتبة. آآ باب التاني خلف آآ الخلفي من ناحية آآ الرويعي. يعني من اللي جاي من العتبة آآ من اتجاه العتبة من عند السنترال. هيلاقي برضو الباب الرئيسي. واللي جاي برضو من ناحية اللي في الرويعي. هيدخل باب الخلفي برضو. ليه ما بين? الجليبيات نزلة جليجة جميلة جدا. آآ انتم عارفين طبعا احنا رمضان ان شاء الله على الابواب والعيد. آآ كزا حاجة مع بعض. آآ انتم عارفين الاسعار. الاسعار غير جدا. آآ السيفي يعني في جاليب آآ شاته بتلتميت جنيه. هما كان لاجالبات اقل. وآآ لكن السيفي نازل آآ دوت كان عرض. كان عندهم آآ بيمتين وتمانين وفي بيمتين. كان ممكن يكون من الجاليب دات من السنة اللي فاتت ونزلوها عرض عشان يعرضوا الجديد. آآ كزا محل عنده كزا استند حط عليهم عرض على فكرة. مش المحل ده بس. هتلاقوا آآ يعني محلات تانية في اول دور عاملة عرض برضو. آآ استند في حاجات زي كده وعليه عروض. الجاليب بقى اللي هي بقى نازلة السنة دي الاسعار. آآ في جالبيات آآ بتلتمية جنيه. آآ في مول عيسى. آآ ان شاء الله سأقول لكم جولة هناك. لكن في مول آآ سدنوي الجالبيات نازلة بربعمية. وفي فوق بتلتمية وخمسين وفي بربعمية وخمسين. يعني كل جالبية ولها السعر. آآ الشغل نازل جميل. آآ نازل سيمبل صراحة في مول سدنوي مول سدنوي ممتاز بتاعه. آآ ان هو تحسوا الاشكال مش موجودة. يعني برة وكده. اكتريت الاشكال. لكن في اشكال تانية طبعا منها برة. لكن في اكتريت الاشكال عن طب. بحس ان هي يعني مول سدنوي تميز بيها. فاللي عاوز جلب استقبال وجلب رمضان وجلب العيد. والصلاة وازدارات للصلاة آآ هتلاقوها في مول سدنوي برضو. النازلة ده برضو اللون الاورانجي نوات. الاورانجي النازل برضو. السناجي. والابيض طبعا. الابيض ده متربع على العرش. آآ والوانات تانية نازلة جديدة برضو. والسماوي. والجري يعني كله هتلاقو الوانات كتيرة جدا. هناك. وبرضو صورت برضو الكاردجان برضو الكاردجان برضو هتشوفوه معايا في اخر الفيديو. نازل منه كزا لون. الكاردجان آآ ينفع برضو جالبات يعني ينفع استقبال برضو. هي فيه ناس بتخرج بيه صراحة انا ما بحبزوش عشان المفتوح. آآ حتى لو بتحتيه برضو يعني آآ التلبيسة بتاعته او كده او آآ او التلبيسة بتاعه فعلا لكن برضو مش آآ ما بحبزوه صراحة للخروج. وهنا برضو المندولات دي كانت جميلة برضو من الجالبية تنفع جالبيات آآ آآ صلاة وتنفع استقبال. تنفع لنزول المسجد برضو. الازدالات نازلة اللي هي الستان ديت آآ اللي احنا عارفينها اللي هي الازدالات العادية. لكن آآ او الفيزون لكن دي نازلة غالية مش عارفة ليه وطبعا الاسعار نازلة السيفي يعني ربنا هرحمنا رحمته. السيفي طبعا مش نازل رخيص خالص ده فيه كمان ناحية آآ المعز المحلات اللي هناك اللي يعرفها او انتم ماشيون على الحسين كده. بتتبيع الاسعار عندهم اوفر قوي. الاسعار بستمية وخمسمية الجالب الجالب. طبعا عشان هناك منطقة وعشان الاجانب وكده. فمنطقة سياحية آآ فالنازل تبقى عارفة ان المنطقة دي بتبقى اغلى من العد يعني اغلى حاجة بحسان هي اغلى منطقة في العطف. اللي هي ناحية المعز المحلات اللي هناك. لكن المحلات صراحة مول سدنو ويمول القدس ومول عيسى. الاسعار يعني برضو الاسعار كويسة للحد الماء يعني. لحد الماء. وبرضو بتوع الجملة برضو اللي في الموسكي والغرية برضو عندهم اسعار كويسة. هي المحلات دي بس عشان المنطقة اللي هناك آآ سياحية وكده اعتبرت سياحية. فالاسعار مقفرة فيها قوي. لكن العطبة فيها كتير مكاتب كتير جدا. بتبيع باسعار كويسة وفيها محلات برضو بتوع الجملة. يعني العطبة برضو يعني ده الناس بتجلعي من كل حتة. وهنا التصوير ده كان في مول عيسى. آآ حبيتها وريكم نبزة بسيطة كده عن الموديلات اللي نزلوها آآ دوت آآ البيت العربي اللي هما عندهم المصنع. آآ اللي عنده مسلا الموديل عاوز يصممه او مقاسات يوروها لهم برضو. وهم بيصمموها. عندهم في المصنع. والاسعار كتنزل بتلتمكن ايه? السنة الفاتكة بامتين وكتقل كمان. السنة دي صراحة الاسعار متضربة جدا. يمكن عشان نسا في بداية الموسم ممكن تنزل آآ بعد رمضان. الله المستعين. لدينا ان شاء الله مستمرين في جوالاتنا والاسعار بنشوفها مع بعض و بنستعرضها مع بعض. وعندهم شتوي برضو. معاملاتهم كويسة جدا. آآ البيت العربي دوت. آآ معاملاتهم مسارحة كويسة. واسور لكم ان شاء الله فيديو كامل عندهم بس لما ينزلوا السيفي كامل عشان روحت ما كانش عندهم جزء وجزء فما حبيتش تصور. وقلت ان شاء الله لما ينزلوا السيفي كامل. وهنا عندهم الاسدلات برضو. اسعارها معقولة برضو. عموكت لها بامتين وتمانين او تضمية حاجة زي كده. ورجعنا تاني برضو لمونسد ناوي. وهنا القردجان. القردجان آآ نزل حوالي بربعمائة وخمسين عشان قطعتين. آآ في ناس بتخرج بيه بس انا صراحة ما بحبس حد يخرج بيه. هو ينفع استقبال برضو. لكن انا ما بحبس ان حد يخرج بيه. انه بفي بيخرج بيه على باناتشيل وكده. في منه نزل الالوان. حلو الابيض في الشغل السناوي دوت. وشغل الاسترس. جميل. والجلاليب برضو. آآ اللون السماء برضو جميل. واللون الجري برضو عندهم المونات حلوة. آآ واللونات القرونج برضو. والفوشيا والابيض برضو موديلات السنادي والمونات السنادي. وعندهم برضو الازدالات ده برضو في مول السدنوي. هو اغلى ازدالات اللي هي ستين وخمسمائة جنيه. لكن دي طبعا اغلى في السعر. وعندهم ازدالات لاطفال. آآ اللي انتو شفتوها معي في الجولة. وبرضو الالوانات القافيهات برضو جميلة برضو عندهم. والالوانات الفتحة اللي بيحب الالوانات الفتحة والالوانات الهدية يعني عندهم كل الالوانات. صراحة هو الالوانات الفتحة في الصفو السب بيجي طبعا بالوانات المبهجة. الزهية. وبرضو الالوانات اللي هي الغم اي قافيهات. والالوانات اللي برضو حلوة برضو. وهنا كانت الجرابيات القطيفة. وحبيت استعرضها معكم. آآ ان في جراب قطيفة لسه طبعا عرضينها. عشان طبعا الجو لسه برد. آآ الجرابيات القطيفة جميلة جدا. فالعاوز زيلحة ينزل للتصفيات آآ موجودة القطيفة موجود. وباشكاله زي ما هو. الاشكال زي ما انتم شايفين كتا الاشكال جميلة جدا. في الفاتح وفي الغوامق. وبرضو دي جميلة جدا برضو. وهنا الازدالات اللي هي الساتين دي بقى للمو خمسمائة جنيه. بنزلة غالية طبعا. عشان ساتين. تنفع استقبال في البيت. تبقى جميلة. وبرضو الدرسات برضو عندهم حلوة برضو. نزلة للعيد. الدرسات طبعا بقالها كم سنة متربعة طبعا. آآ في عالم الموضة. ودي كانت جولتنا النهاردة في مول صدناوي. ياريت الجولة هتكون عجبتكم. ونبزة بسيطة من المول عيسى. هو لسه الصيفي ما نزلش عنده كل الاماكن. بس انا حبيت اوريكم نبزة عن اللي نزل. آآ عشان نكون متابعين كل جديد بينزل. وآآ ان شاء الله القناة تنول اعجابكم. وما تنسناش حبيبنا ومتابعينا في كل مكان. ما تنسناش بالله يكون اشتراك تشجيع لينا. علشان نستمر احلى اخوات واحلى عائلة. واحلى متابعين. آآ ودمتم في رعاية الله. وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.